فعلا أن هذه المشكلة ليست في حقيقة الفقدان الشهية أو الطراب الشهية هو فقدان الإحساس بالجوع فقدان الإحساس بالجوع كعرفوها الأمهات بالضبط لأبا كعرفوها بأنه لا يأتي بالجوع هذا مشكل نسبيا جديد في الحادثة ما كان قبل هذا مشكل جديد وهذا هو واحد من الوباء يعني أنه واحد العدد كبير كبير للأطفال اللي فعلا عنده هذا الطراب هذا كبير ديال عدم الإحساس بالجوع والطراب في تعامل مع الأكل هذا المشكلة هذا يؤدي في كثير من الأحيان أن هون الأطفال كيبقاءوا صغار يكونوا ضعف وما كيزيدوش الوزن وهذا كيشكل واحد العائق كبير واحد مشكل كبير للأبا والأمهات الأسباب دكتور الأسباب هي غالبا كيقلبوا الولدين على الأسباب اللي هي أسباب عضوية ربما شي مراد ربما شي حاجة ندير شي تحاليل إلى آخره أو أنه خاص شي دواء نعطوها لذيك الولييد والبنيتا باش تأكل هذا بجد بهم جد المواضيع اللي في حقها لا علاقة لهم الموضوع لأنها موضوع واجع كالطراب في التصرف والحل ديالوغس يقلب عليه الوحد في تغيير التصرف ديال الطفل أو الطفلة إذن جاوبتني للنسبة ما والحل يعني تغيير التصرف أو طريقة التعامل مع الطفل؟ طريقة لأنه دائما كيكون هناك أسباب لماذا هذه الطفلة أو الطفل بدأ كيتصرف بهذه الطريقة ولا عنده واحد مشكلة مع الأكل هذا غالبا شي اللي كيجي لوح الجزء ديال الأطفال من بعد المرحلة ديال الحاليب في البداية ديال الأكل في البداية ديال التعامل مع الأكل دياليبا ست شهور ست شهور ست شهور كيبدأ وشي مرات ديال الحاليب دير الرداعة عام ولا شي مرات عام ونصف كيبدأ تبدأ المشاكل كيبدأ كعارفوها الأباء والأمهات كعارفة الحرب كيحاول الأكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر